السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا رب تكونوا بالف خير النهاردة هجرب معاكم مطحانة براون المطحانة دي يا جماعة ملحق من الملحقات اللي بتيجي مع الهند بلندر بتاع براون اللي هو اصدار مالتي كويك ناين هقول لكم بالضبط التفاصيل بتاعته هسبالكو في سندوق الوصف هنعمل ريفيو كامل عن الجهاز والملحقات بتاعته كلها هو طبعا المطحانة دي معمولة من الستال ستيل زي ما انتو شايفين خامتها عالية الجودة جدا طبعا ده مش جزيد على منتجات براون طبعا المطحانة بنستخدمها في طحن التوابل البن طبعا جميع انواع التوابل بقى سواء كسبرة فلفل اسود كمون حبهان كل ده المطحانة بتطحنه بجودة فائقة جدا جدا المطحانة بتبقى مصنوعة من الستال ستيل وبتيجي معاها القاعدة السيريكون دي القاعدة دي عشان تثبت ولو ان هي انا مش بحتاجها بس كمان نقدر نستخدمها كغطى للمطحانة لو انتو حابين مثلا هستيبوا التوابل شوية ممكن تقدروا تغطوها بالغطى السيريكون ده ده المطور بتاع الهاند بلندر ده يعتبر المطور بتاعه بيتمسك طبعا باليد عشان كده سموه هاند بلندر تمام بيبقى معايا الزرار ده بتاع السرعات وكمان ده شكله زي ما انتو شايفين كده هو طبعا صناعة روماني بيبقى فيه الجزء الاحمر اللي من وراء ده ده بتاع بتاع الامان يعني بتاع الامان عشان الاطفال ما يبدأوش يستخدموا الجهاز ويبوازوه او يتقذوا لقدر الله ويحصل لهم مشكلة فزي ما انتو شايفين لازم بعد كل مرة استخدام بنقفل بالقطع الحمرة دي اللي هي بتعمل حماية عشان الجهاز ما يعرفش ندوس على الزرار فالاطفال ما يعرفوش يشغلوه ده الغطى بتاع المطحنة زي ما انتو شايفين سهل جدا بعد كده بنبدأ نحط الجهاز الجهاز ليه طريقة كده في التركيب الحتتين اللي في الجنب دول بنركبهم عند الحتتين اللي هم المفتوحين شوية من الغطى بتاع المطحنة طبعا بحط الفيشة الفيشة بتاعتنا بتبقى سلاسية بس لو حابين تركبوا اللي هو المشترك اللي اللي هو سنائي تقدروا تركبوا المشترك السنائي طبعا بندوس على الزرار ده لازم يبقى اخضر عشان نعرف نشغل الهند بلندر تمام بنبدأ بقى ندوس على الزرار بتاع السرعات ونبدأ نطحن في ثواني هتلاقوا التوابل بتاعتكو اتطحنت مش محتاجة غير عشر ثواني تقريبا حاجة زي كده اقل كمان هتلاقوا التوابل بتاعتكو بقت مطحونة حلوة جدا 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 زي ما هتشوفوا دلوقتي بصوا انا مكملش ثواني ولاقيت الكمون بتاعي التحن طبعا انا هنا مبطأ الفيشة فعشان كده يبنلكوا ان هو طويل لكن انا الوقت اللي انا خدته وقت قليل جدا جدا طبعا انتو تقدروا تتحكموا في النعومة بتاعت الطحن يعني تقدروا تطحنوا خشن شوية تقدروا تطحنوا ناعم وعلى فكرة كمان المطحنة دي بتطحن بن مكسرات بتطحن هيل اللي هو الحبهان زي ما انتو شايفين كده نعمتلي كمون في ثواني كأنه جاي من بره واحسن طبعا وانضف المطحنة بصراحة نفعهاني جدا 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 يعني الجهاز اصلا ده عمتا بصراحة انا باستخدمه تقريبا استخدام يومي كل ملحقاته حلوة جدا وهو بصراحة مش زي الخلاط بياخد حيز المطور بتاعه بيبقى جبير لا ده الهند بتاعه بيبقى صغير ومش بياخد حيز عايز اوريكم شكل المطحنة وسهولة التركيب بتاعها والفك بصوا سبحان الله المطحنة ما فيهاش اي شفارات ولا فيها استلاح بتاعها مش حد ولا اي حاجة خالص الجزء اللي من تحت ده بيبقى نحاس وزي ما انتو شايفين الجزء ده بيركب هنا يعني لو بتيجوا تخسلوها طبعا الجزء اللي طالع ده انتو بتحطوا السكينة وبتبدأوا تلفوا لفة صغيرة كده بتلاقوها دخلت وباقت تمام وطبعا زي ما قلتلكم الغطى بتاعها السيريكون ده يعتبر للقعدة وللغطى هو بيمسك في الرخامة وكمان يعتبر تقدروا تغطوا بيه لو حابين تشيلوا السكينة وتغطوا المطحنة نفسها لو انتو حابين تسيبوا الكمون فيها او الفلفل فيها بس كده هو ده كان الريبيو بتاعي اتمنى تكونوا قدرتوا تستفيدوا من الريبيو وهسيب لكم اللينك بتاع فيديو الريبيو بتاع الهند بلندر كامل في صندوق الوصف ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وتجربة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة